على طريقة رأفة الهجان ولكن بنسخة إيرانية طهران تجند شبكة تجسس في الداخل الإسرائيلي بحسب ما كشفه موقع تايمز أوف إسرائيل وتضم الشبكة التي تم الإطاحة بها جنديا إسرائيليا خارج الخدمة وعناصر لم يبلغ الثمانية عشر عاما الموقع ذكر أن إيران جندت عزيز نيسانوف كرئيس لشبكة التجسس في حين تولى نائبه أليكسندر ساديكوف إدارة العملاء الآخرين أما الأهداف المكلفة بها الشبكة فهي بحسب الإعلام الإسرائيلي جمع معلومات عن مواقع حساسة وقواعد عسكرية من خلال إرسال مواقعها الجغرافية وإحداثياتها فضلا عن تصويرها وإرسال المحتوى إلى وسيط إيراني يقوم في المقابل بتسليم الأموال إلى عناصر الشبكة وبحسب التحقيقات الأولية فإن المشتبه بهم تلقوا مبالغ تراوحت بين خمسمائة إلى ألف ومائتي دولار لكل مهمة وبما مجموعه ثلاثمائة ألف دولار لكامل أعضاء الشبكة وبعد الكشف عن هذه الشبكة تطرح التساؤلات نفسها كم شبكة تجسس بشرية تعمل في إسرائيل لصالح إيران وهل ستكون معلوماتها قيمة على الأرض خلال عمليات الرد على الرد كما تطرح التساؤلات المقابل نفسها أيضا كم منها يعمل لصالح إسرائيل في إيران وكم اختراق إلكتروني وسيبراني وكم قمر صناعي يتجسس في فضاء البلدين اشتركوا في القناة